كقوله عليه الصلاة والسلام من استغفر للمسلمين والمسلمات كان له بكل واحد منهم حسنة انظر من استغفر للمسلمين والمسلمات كان له بكل واحد منهم حسنة أتدري كم حسنة تحصل إذا قلت في دعائك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات كلمة لا تبلغ سطرا واحدا كم من الأجر تحصل عدت من آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها كل مسلم لك به حسنا ملايين الحسنات وعندما تدعو لهم بالهداية تدعو لهم بالسداد تدعو لهم بالعون والتوفيق والسلامة من الفتن وهذه الدعوات إذا نبعت من قلبك دلت على سلامة قلبك وسريرتك وباطنك تجاه إخوانك المؤمنين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ترجمة نانسي قنقر